أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار نستيلها من الرياض حيث أكد نصر بوريطة وزيرو شؤون الكاريجية وتعون الإفريقي والمغربات المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السدس لجنة القدس تدين وتستنكر بشدة استهداف القوات الإسرائيلية لمدنيين فلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدة إنسانية في شارع الرشيد شمال قطاع غزة مما خلف مقتل العشرات وإصابة المئات وأوضح بوريطة أمس خلال اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أن المملكة المغربية إذ تؤكد رفضها القاطعة لانتهاكات القانونية الدولية الإنسانية فإنها تدعو إلى تحقيق مستقل وشفف في هذا العمل المشين ومعاقبة المتسببين فيه وجدد تذكير بدعوة صاحب الجلالة رئيس لجنة القدس الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العجل من أجل وقف فوري ودائما وشامل لإطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بدون عوائق وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وبالرياض دائما نشاد ألمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي بالمبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد نسدس لفائدة دولي السحل وقال البدوي أمس بمناسبة عقاد الاجتماع الوزري المشترك المغرب مجلس التعاون الخليجي قال إن دول المجلس تشيد بمبادرة جلالة الملك الإفريقية الأطلسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان السحل والدول المطلة على الأطلسي وأكد من جهة أخرى على أهمية الشركة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي وتطلع دول المجلس إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وفي خبرنا كاركدة الفيدرالية المغربية لإصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي على همش اختتام فعالية معرض أصياد له أوفيسين إكسبو 2024 في دورته الواحدة والعشرون أكد أن المملكة بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبحت نموذجاً يشهد به في مختلف المحافلة الدولية والقرية في مجال تدبير الأزمات الصحية ردوان مستقيم في المتابعة المغرب يعد نموذجاً يحتذى به في تدبير الأزمات الصحية التأكيد جاء على لسان رئيس الفيدرالية المغربية لإصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي محمد البحمدي وذلك في اختتام فعاليات معرض الصيدلاء أوفيسين إكسبو 2024 في دورته الحادية والعشرين بمراكوش المغرب بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أصبح نموذجاً يشهد به في مختلف المحافل الدولية والقرية في مجال تدبير الأزمات الصحية وأشير هنا إلى التعبئة الشاملة للسلطات الصحية وقطاع الصناعات الدوائية وكل العاملين في المجال الصحي خلال أزمتين كوفيد-19 والزلزال الذي ضرب المملكة في ثامن شتنبر الماضي مما سهم في نجاح تدبير الظروف الصحية الحريجة وشكل هذا الحدث مناسبة مهمة لمناقشة مواضيع ذات الصلة بالقطاع الصحي والتبي من قبل متدخلين مغاربة وأجانب صلتوا الضوء خصوصاً على السيدلة باعتبارها العمودة الفقرية للمنظومات الصحية الوطنية لاستقلال نزار بركة أن المؤتمر الثامن عشر المزمع تنظيمه شهر أبريل المقبل يراد منه أن يشكل مؤتمر جامعاً ومحطة تنظيمية فرقة في تاريخ الحزب رغدا كبوري وباقي التفاصيل المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال المزمع تنظيمه شهر أبريل المقبل يراد منه أن يشكل مؤتمر جامعاً ومحطة تنظيمية فرقة في تاريخ الحزب بحسب الأمين العام للحزب نزار بركة بركة وفي كلمة خلال افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني للحزب ببوزنيقة أوضح أنه بعض التحديات والإكرهات المتعددة التي واجهها الحزب يروم المؤتمر القادم أن يعطي نفساً جديداً لحزب الميزان ليكون قادراً على مواكبة الجيل الجديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا المؤتمر عنده واحد سبغة خاصة وهو بغنى يكون مؤتمر ديال التمييز لهادف إلى أولاً تقوية الحزب في المشهد السياسي لواكبة الإصلاحات الكبرى التي يقودها جهة ملك محمد السادس أيضا الله ويعمل كذلك على تنفيذ توجيهاته الضرورية من أجل تقريص الفوارق المجالية تقريص الفوارق الاجتماعية اليوم حزب السقلال انطلق في الإعداد لمؤتمره الثامن عشر بتشكيل لجنة تحضيرية والهيكل ديالة والليجنة الفرعية وكذلك والهيكل واللي كانت طمحو أنه نمشيه لمؤتمر الثامن عشر لتجديد المشروع المجتمعي لحزب السقلال لتجديد الفكر التعادل لحزب السقلال المتدخلون خلال أشغال هذه الدورة يشدد على ضرورة مواصلة مصار رواضي ومؤسسي حزب الاستقلال وإبقاء شعلته متقدة والاستمرار في الدفاع عن قضايا الوطن والمجتمع ودعم الأورش الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس خلال أشغال دورة المجلس الوطني للحزب التي تميزت بحضور مناضلات ومناضلية الحزب من مختلف جهات المملكة جرى انتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب وفي سياق منفصل شكل موضوع الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية محور النسخة الثالثة من قمة المرأة التجمعية التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية التبعة لحزب التجمع الوطني للأحرار اللقاء حسب المنظمين يمثل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود والبرامج التي تم تنزيلها وهذا في إرساء أسس الدولة الاجتماعية وذلك تنفيذاً لتوجهات الملكية السامية التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية محور النسخة الثالثة من قمة المرأة التجمعية التي نظمتها بمراكش الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار هذه القمة التي عرفت حضور رئيس الحزب عزيز أخنوش رئيس الحكومة وأعضاء المكتب السياسي ومناضلي ومناضلات الحزب إلى جانب قيادات نسائية إفريقية من موريتانيا ونيجيريا والنيجر ومن أوروبا وكندا تأتي في خضم جماع الأوراش والمشاريع المهمة والاستراتيجية لصالح وضعية الأسرة والمرأة الحمد لله للمغرب بفضل الملكية دينا وصاحب الجلالة واقف تابت ولثيما في إطار توجيهات الملكية السامية اللي جاءت في خطاب العرش واللي سيدنا في خطاب الأمام البضل المعنى واللي سيدنا كان أعطى فيه التوجيهات بشيء الحكومة وجميع المكوينة المجتمع يخدموا على تقويات الأسرة والقدرات الأسرة لا تنمية بدون المعنى وأظن أن المادة التي أعرضت أمامنا يعني مادة مهمة جدا وأيضا الأداء الحكومي الذي أعرضت أمامنا أيضا متميز يعطي دلالات للمشاركة النسائية وهذا مصدر بخر واعتزاز للنساء المغربية وفي ختام هذه الجلسة أبرز عضو المكتب السياسي للحزب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن قمة المرأة التجمعية في دورتها الثالثة تعد فرصة لنقاش حقيقي عميق وجاد ومسؤول حول قضايا نسائية ملحة تعد المملكة رائدة في مناقشتها بكل جرأة وشجاع إلى صويرة هذه المرة حيث سلطت ندوة نظمت بفضاء بيت الذاكرة في طريف عالية دورتها الثانية للمهرجاني الدولي روح وثقفات سلطت الضوء على نقاط الالتقاء بين التراث اللامدي للمغرب والأندلس المزيد مع هنا أحجي نقاط الالتقاء بين التراث اللامدي للمغرب والأندلس محور ندوة نظمت بفضاء بيت الذاكرة بصويرة وذلك في إطار فعاليات الدورة الثانية للمهرجاني الدولي روح الثقافات اللقاء الذي تميز بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسسي لجمعية صويرة مجادر أندريا زولاي وشخصيات أخرى مغربية وأجنبية من آفاق مختلفة شكل فرصة للانغماس في أعماق تراث الثقافي المشترك بين المغرب والأندلس اللقاء الذي ترأسته أمم عواد سفيرة المغرب السابقة بباناما والبيرو تحت عنوان التراث المادي واللامادي للأخوة الأندلسية والمغربية فرصة للمعرفة المتبادلة وضع الأسس لاستكشاف متعمق للعادات والتمثلات والمعارف التقليدية المشتركة بين المنطقتين لقد ناقشنا موضوعا مهما جدا اليوم صلتنا من خلاله الضوء على نقاط الالتقاء بين التراث اللامدي للمغرب والأندلس كما ناقشنا أيضا تاريخ التعايش والتقاء الثقافات الثلاثة المسيحية واليهودية والإسلامية التي ميزت الأندلس في العصور الوسطى والمغرب المهرجان الدولي روح الثقافات المنظم بمبادرة من جمعية شباب الفن الأصيل للسماع وتراث الزاوية القادرية بالسويرة بشراكة مع مؤسسة الثقافات الثلاث لحوض البحر الأبيض المتوسط يشكل منصة أساسية لتعزيز والاحتفال بالتنوع الثقافي دوليا وفي تطورات النزاع الروسي الأوكراني أصدرت وزالة الدفاع الروسية تقريرا حربيا يفيد بأن الجيش الروسي صد العديد من هجمات الجيش الأوكراني على جبهات مختلفة بما في ذلك كوبيانيسك ودونتيسك وأفيديفكا كما ضربت تنظيمة دفاع المدفعية الجيش الأوكراني ومحطات الحرب الإلكترونية وأهداف أخرى ويعترضت قوات الدفاع الجوية روسية عدة قذائف من طراز هيمارس وعدت طائرات بدون طيار أطلقها الجيش الأوكراني من جهتها أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تقريرا حربيا يفيد بأن الجيش الأوكراني خاض عشرات المعارك مع الجيش الروسي على الخطوط الأمامية كما نفذت القوات الجوية الأوكرانية عدة ضربات ضد مواقع أفراد ومعدات للجيش الروسي ننتقل إلى شبه الجزيرة الكورية حيث بدأ الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي تدريباتهم ربعية اليوم مع انضمام ضعف عدد القوات مقارنة بالعام الماضي وفق مسؤولين في الوقت الذي يسعى فيه الحلفاء إلى مواجهة تهديدة نووية وصاروخية المتزيدة لكوريا شمالية وآتت هذه المنورات المقرر يجرؤها في الفترة من الرابع إلى الرابع عشر من مارس في الوقت الذي تواصل فيه كوريا شمالية تطوير قدراتها النووية من خلال اختبارات السواريخ وغيرها من الأسلحة الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء قالت أصولا استراتيجية أمريكية مثل حاملة طائرات وقاذفات قنابل قد تشارك في المناورات من جانبها ردت بيونج يونج على تدريبات ووصفتها بأنها تدريبات على حرب نووية فيما تقول سيول وواشنطن إن التدريبات دفاعية وردا على تهديدات كوريا شمالية دوليا دائما تصدرت العاصمة الفيتنامية هانوي مدنا أخرى حول العالم لتصبح المنطقة الحضارية الأكثر تلوثا وفقا لتصنيف شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية وغطى الضباب الدخاني الكثيف شوارع هانوي مما أدى إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير وكالات الأرصاد الجوية الوطنية البيتنامية قالت إن الضبابة الدخانية يرجع إلى التقس البارد والرطبي في المنطقة ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2021 يمثل غبار الطرق وانبعاثات المركبات الناتجة عن حوالي ثمانية ملايين مركبة مسجلة في المدينة حوالي ثلاثين بالمئة من تلوث جسيمات الهواء في هانوي فيما تشكل الانبعاثات الناتجة عن صناعة ثلاثين بالمئة أخرى ويصنف تلوث الهواء في هانوي باستمرار من بين أعلى المعادلات في العالم حيث نصحت السلطات الصحية السكان الشهر الماضي بوضع الكمامات والحد من الأنشطة الخارجية نعود للخبر الوطني انطلقت بالمدينة الحمراء فعاليات وتظاهرات الثقافية الموسم المنظمة في طار احتفالية مراكش عاصمة الياثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 وتهدف هذه التظاهرة المقامة من طرف جمعية فانوراميك لفنون العرض بدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل ومنظمة الإسسكو والمجلسة الجماعية لمراكش إلى استحضار التراث المغربي في شقه المادي واللمادي رغدا كابوري وبقية تفاصيل بالمدينة الحمراء انطلقت فعاليات التظاهرة الثقافية الموسمة المنظمة في إطار احتفالية مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 التظاهرة تهدف إلى استحضار التراث المغربي في شقه المادي واللمادي هذا الموسم الجدي هو موسم تراث المملكة فكانت فكرة أننا سنقدم ورشد الطابع فيني ولكن تراثي مثلا الألعاب الشعبية تراثية التي تنسأت بحل السيس البينول الجرادة مالحة بجموعة الألعاب الشعبية التي تنسأت برنامج هذا الحدث الثقافي المنظم على مدى يومين يتضمن أنشطة ترفيهية غنية أساسها إشعة البهجة بين سكان المدينة الحمراء احتفاء بمراكش عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي من خلال ورشات حول الفن الحكوات والنقش على الأواني الخزفية إضافة إلى صناعة الحليب العقيق والألعاب الشعبية للأطفال وعرض مجموعة من المسرحيات نتابع الآن مشاهدنا بالأخبار الرياضية تم بوجد تنظيم البطولة الوطنية المدرسية لكرة ريشة الطائرة البادمنتون والكرة الحديدية بمبادرة من وزارة تربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبشركة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية المزيد مع هناء حاشي البطولة الوطنية المدرسية لكرة الريشة الطائرة البادمنتون والكرة الحديدية نظمت بوجد بمبادرة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبشركة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية هذه المحطة تحت شعار تلميذة والتلميذ في صلب الارتقاء بالرياضة المدرسية تشكل محطة لإبراز المواهب المتعلمين والمتعلمات وهي فرصة كذلك للعمل على تطوير الشخصية المتعلم في جميع الأبعاد ديالها البطولة التي نظمتها أكاديمية الشرق عرفات مشاركة ديال تقريبا جميع الأكاديمية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهات الشرق عبأت موارد بشرية ولوجستية هامة لإنجاح هذا الحدث الرياضي والتربوية الذي شارك فيه أزيد من مئة تلميذ وأطر يمثلون مختلف جهات المملكة وفي ختام هذا الحدث الرياضي وزعت الميداليات والجوائز على مختلف التلميذات والتلاميذ الفائزين في مختلف الفعاليات التي نظمت ضمن هذه البطولة ورياضيا دائما تمكن نادي منشستر سيتي من حسم ديربي مدينة منشستر لصالحه وذلك بعدما فازه على جره منشستر يونيتد بثلاثية مقابل هدف في قمة كروية جماعة الطرفين باسم الجولة السابعة والعشرين من منافسات البريمير ليغ تفاصيل معك خالد بدو في مباراة متيرة أوفت بكل وعودها على أرضية ملعب الاتحاد تمكن نادي منشستر سيتي من حسم قمة الجولة السابعة والعشرين من منافسات البريمير ليغ عقب فوزه على جاره منشستر يونيتد بتلاثية مقابل هدف للشياطين الحمر عناصر اليونيتد كانت السباقة للتسجيل بأقدام ماركوس راشفورد إلى أن في الفضين عدل الكفة لكتيبة السيتزينس مع مطلع الشوت الثاني قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الثمانين وفي الوقت القاتل اختتم النرويجي إيرلينغ هالند تولاتية السيتي في مارمال يونيتد صحيح لم نكن جيدين في الشوط الأول إلا أننا تمكننا في الشوط الثاني من العودة في مجرية اللقاء سيطرنا وسجلنا وحققنا الفوز وهذا هو الأهم أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا في المباراة سجلنا هدف التقدم مبكرا دافعنا وكنا قريبين من الخروج بنقاط الفوز أو بنقطة واحدة على الأقل بطريقة التي لعبنا بها هو فوز مهم لرفاق نجم اللقاء في الفوزين رفع به الستي رصيده إلى النقطة الثانية والستين بفارق نقطة عن المتصدر ليفيربول في حين بهذه الهزيمة تجمد رصيد الشياطين الحمر عند النقطة الرابعة والأربعين في المركز السادس بذل خبر الرياضي نكون قد وصلنا مشاهدنا لنهاية النشرة لكن تغطيتنا مستمرة لأبرز الأخبار بعد قليل نلتقي في مجازن لأهم الأنباء دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر